مساء الفل للناس الكله. أهلا وسهلا بيكون أصدقائي بقناة عالم الكريبتو معكم أخوكم أبو كريم أصدقائي بحلقة اليوم رح نتكلم عن الويب 3 أهم تقريبا 8 أو 9 عملات بالويب 3 وطبعا أهميات عملات الويب 3 وشو هو الويب 3؟ طبعا رح نتكلم عن هذا الشيء بفيديو اليوم ولكن قبل ما نبدأ يريد نخبطها الاشتراك العظيم تفعيل جرس تنبيه لايك أو ديس لايك للمحتوى وشير القناة طبعا أصدقائي في أحد الأثرياء في أمريكا واللي عندهم شركات كبيرة بالاستثمار فكان في مقابل صغير يضع مقطع صغير وممكن أن نحن نعقب عليه طبعا في أحد الأشخاص بيسألوه شوي أسوأ السيناريوهات أو أسوأ الاستثمارات في 2022 طبعا كان في ناس مع موضوع الكريبتو والبيتكوين أو في ناس ضد هذا الشيء طبعا هذا أحد الأشخاص اللي بيقول أنه ممكن نسبة 90% من العملات الكريبتو طبعا يتكلم بشكل عام عن عملات السكام اللي ما إليها طبعا منتج حقيقي أو ما بتقدم حلول هذه العملات ممكن توصل كميةها للصفر أو ممكن تصير عليها هدام بكتير كبير طبعا كمان شخص تاني بيقول أنه العملات اللي ما رح تقدم فائدي ما رح تقدم أشياء للمستقبل داخلي بضمن فقاعة ممكن بهاي بالريسشن اللي ممكن يصير بعالم المال الفترة القادمة ممكن هاي العملات كلا تصير بالأتراب طبعا and I also think that rising interest rates are going to affect the crypto market there's a lot of leveraged trades into the crypto assets those will start to deliver as these interest rates shift up and as a whole you'll see a large percentage of them go away or decline in value but a small number will continue to grow in value just like we saw when the dotcom bubble blew up طبعا بيقول أنه رح يكون مثل الانترنت بابل اللي صارت تقريبا بأوال عام الفين عندما أنه معظم الشركات اللي في داخلها أو بجنبها دوت كوم في كتير شركات وهمية صارت وصار فيها عليها دروب كتير كبير وفي مننا ماتت هذه الشركات ولكن الشركات الكبيرة الموثوقة مثل أمازون فيسبوك جوجل وغيرها استمرت وطبعا هذا الشيء كما رح يكون نفس الشيء متواجد بالكريبتو رح يكون في مشاريع معينة فقط مثل بيتكوين إثيريوم وغيرها يعني مشاريع معدودي جدا اللي هي ممكن تستمر جميع الموثوقة بأوال عام الفين وعندما أمامهم وغيرها وعندما أمامهم 10x ما تقرأ المعالي ويأعتقد أن هذا مستحيل مع هذه الموثوقة ولكن أعتقد أن 90% منهم ستبدأ لنبدأ في الموثوقة ما لديك شماث؟ أعتقد أنني أخذتكم وإنما أخذتكم وأيضا فإنما أخذتكم فريدبرك's pick of Stripe لكني أفضل أفضل في 2022 هو فيزا ومستر كارد ومستر كارد طبعاً هذا الشخص الذي يقول عنه تقريباً هو فينا نقول داعم هذا موضوع كريبتو ورمولات يقول طبعاً أنه أكثر الأسهم ممكن تكون هبوطاً خلال الفترة القادمة هي الأسهم التي تخص في فيزا كارد ومستر كارد أو طرق الدفع التقليدية ومسترون الهيئة ومسترون الأسهم الموضوع اعتقد أن هذا هو الهر أعرف يمكن أن يكون المشرفة الموضوع في ريخ العالم ويكون شركة الأسهم هذا الذين يكون لديهم موضوعين ويكون بخلص هذا البحض أو 3% تحس أو تحسين ومنذ تقليل الكثير من أجل الهاتف على تقليل الهاتف الموضوع طبعاً أصدقائي اللي بيقول في هذا الفيديو باختصار أنه هو رح يعمل شورت أو بيع تقريباً لا مثل ما قلت أسهم الفيزا كارد الماستر كارد وغيرها لأنه عم بيشوف أنه هي تقريباً رح تضمحل مع الوقت وطبعاً مثل أيضاً شركات إذا تعرفوا شركات الإكسر تشينج مثل طبعاً في شركات كتير اليونيون وسترن يونيون مثل إكسر تشينج صار في عندها خسائر كتير كبيرة بالبرازيل بالفترة الماضية لأنه صار فيه شيء ألترنتيب طبعاً وشو بيقول بيكفي طبعاً بالكلام بيقول أنا أكتر الأشياء اللي متوقع لصعود بالـ 2022 أو بالـ 2023 يعني ممكن الفترات القادمة هي أصدقائي عمولات الـ Web3 أو الـ Web3 Project اللي عم بيقول طبعاً حسب كلامه أنه هي رح تستبدل الإيكو سيستم الحالي بنظام الدفاعات لذلك الأمر متوقع عليها شغل كتير كبير وأدابشن كتير كبير وبالإضافة طبعاً أعطى شيء كتير مهم أنه قال طبعاً فيه مشاريع كتير بعالم الكريبتو هي سكام هي فقط من غير منتج حقيقي لذلك الأمر معظم هاي الـ Project Lesscam أو اللي فقط تعمل كلام دون مشاريع حقيقية رح تطلب قيمتها من الصفر أو من شيء قريب من هذا الشيء طبعاً هذا كان بشكل عام الفيديو رح ترك رابط طبعاً للفيديو بشرح الوصف ممكن تحضروا الفيديو كامل ولكن حبيت أعمل اختصار طبعاً بشكل عن أحد أهم الأشياء اللي صارت فيه طبعاً هذا الفيديو بـ 29 ديسمبر 2021 يعني فينا نقوله بالشهر ونص أو شهرين طبعاً ندخل على عملات الـ Web3 أو فينا نقول أفضل تقريباً 9 عملات للـ Web3 أو 8 عملات رح نبلش أصدقائي بعملة الثيتا نتورك طبعاً رح تلاقوا أنه الثيتا نتوركي الماكس سبلاي 1 مليار والسيركليشن سبلاي طبعاً رح نشوف بشكل عام يعني بسيط جداً بسيطة والسيركليشن سبلاي 1 مليار يعني كل العملات موجودة بالسيركليشن وهذا شيء جيد رح نطلع على الشهر طبعاً أصدقائي رح تلاقوا أنه هاي العملية وصلت لقمي سابقة عند 14 دولار وحالياً هي عند 3.62 إذا بتلاحظوا أصدقائي القمي تقريباً الدعم طبعاً عند 2.7 جداً قوي وعم بتتم الارتداد من هاي النقاط عند 2.7 فممكن تكون إذا نزل السوق طبعاً بالمستقبل القريب ممكن تكون نقاط دخول جداً قوية 2.7 الأهداف لهاي العملية بتكون 10 دولار بالفترة القادمة طبعاً ثيتا نتورك هي فينا نقول عبارة عن بلاتفورم فينا نقول أو بلوكتشين باورد نتورك بروبوس بلد فيديو ستريمينج يعني تختص بمجال الفيديو ستريمينج نحن هلا عم نعمل فيديو وفيه طبعاً كثير في ناس تعمل ستريمينج وهي راح تكون بلوكتشين أو منصة لدعم النتورك الخاص بالفيديو ستريمينج وأنا بشوف هذا النتش كتير كبير راح يكون بالمستقبل لأنه عدد المستخدمين عدد المشاهدين عدد المتفاعلين فيه راح يكون جداً كبير لذلك الأمر هي من الأول العملات العملة الثانية راح تكون AR أو R-Wave طبعاً هي بتختص بمجال الـ Data فينا نقول والStorage Data العملة طبعاً الـ Max Supply 66 مليون من هاي العملة الـ Total Supply 63 مليون والـ Circulation Supply 33 مليون هي عن سعر 31 دولار طبعاً الـ Theta Network والـ AR موجودين على الـ Binance Smart Chain وعلى منصة الـ Binance وعلى معظم المنصات الكبيرة راح تلاقوها على معظم المنصات طبعاً مثل ما أنتم شايفين العملة كمان وصلت عند نقاط دعم جداً مهمة عند 30 دولار يعني حتى إذا نزل السوق فينا نشوف أنه في عند 19 دولار أصدقائي أو 18 دولار خطوط دعم ممكن تقسم دخولك لقسمين عند هاي المناطق العملة طبعاً من العملات الممتازة جداً وبتختص مثل ما إلت Decentral Storage Network that seeks to offer platform طبعاً هي تقريباً فينا نقول مثل مخزن أو فينا نقول تخزين الـ Data والNetwork بشكل لا مركزي وبتقدر تعمل شيء اسمه Collectively Owned Hard Drive وهذا الشيء كتير مهم طبعاً للـ Web3 وأنا بشوف أنه هاي من العملات الممتازة جداً راح نعمل شرح بشكل مفصل عنهم ولكن حبيت بشكل مختصر أعطي الأسماء وأعطي طبعاً العمليات تبعهم بشكل بسيط العملة الثالثة اسمها Mask Network واختصارها Mask هي عن سعر 5.7$ Max Supply أصدقائي 100 مليون Total Supply 100 مليون Circulation Supply 29 مليون يعني بدون 30% من الـ Total بالـ Circulation راح نلاقوا إن السعر تبعها حالياً عن تقريباً ملاطب قاع يعني القاع القديمي تبعها هيكون عند 3.1$ وحالياً يعني 5.7$ ممكن كمان تنزل شوي إذا صار في Drop بالسوق ممكن تقسم من دخولك لقسمين العملي هاي شو وضعه وليش مهمة أصدقائي هي بروتوكول أول شيء وهي لصالة وصل بين الـ Web2 والـ Web3 نحن بحالياً أصدقائي اللي عم تشوفوا هاي متصفح الجوكل غيره هدا ويب 2 أصدقائي الـ Web3 هو فينا نقول بيختلف عن الـ Web2 بشيئين مهمين أول شيء الـ Web3 راح يكون أكتر بأكتر من مجال خاص بشكل الدفاعات كيف ممكن تعمل أنت أحيان دفاعات أونلاين بشكل decentralized كيف موضوع الملكي للـ Data تبعك أو الملكي للـ Web نفسه يعني أنت عم تستخدم شيء مو فقط أن الشركات هي للتستفيد من الـ Data تبعك لا أنت ممكن تستفيد منها كنظام Web3 يعني بتصير أنت تمتلك هذه الـ Data تعطيها أنت حسب ما بدك تعطيها أو تستفيد منها بالمستقبل وهي من الأشياء المهمة طبعا كمان ما ننسى موضوع الميتا فيروس لأنه كمان بدخل بالـ Web3 القادم يعني فيه وفيه الـ NFT أيضا هي كمان شيء اسمه بروبرتي أنت بتمتلكه طبعا هذا كله راح يدخل بالمستقبل أصدقائي القريب يعني فينا نقول سنة أو سنتين لما تستخدم كل هاي المنتجات بشكل أنضج ممكن نشوف الـ Web3 بشكل أقوى جدا طبعا فهي شو وضع هذا هو بريتوكول أصدقائي بيعمل سلة وصل بين الـ Web2 و الـ Web3 يعني مثل تويتر حاليا بدأت تستقبل لنقول فيك ترسل إثيريوم عن طريق التويتر من شخص لشخص عن طريق المحفظة فهي الـ Mask Network فيها تعمل connection بين الوضع الحالي أو الـ Web2 مع الـ Web3 بطريقة decentralized بطريقة تحفظ خصوصيتك والـ Data تبعك مع البلاتفورم الموجودة حاليا وأنا بشوف هذا الشيء النتش كتير حلو وكتير مهم بالـ Web3 العملة الرابعة اللي هي الـ Helium والاسمها H&T طبعا العملة ممتازة جدا وهي بتختص بالـ Internet of Think أو إنترنت الأشياء بمعنى أصدقائي يعني بتعمل منتج فيها مثل الـ Wi-Fi هاي للـ Wi-Fi فينا نقول الجيل الخامس أو الجيل السادس من الـ Wi-Fi العادي أسرع بكتير فيه يعمل interaction أو فيه يعمل تواصل مع الأشياء الذكية اللي عندك بالمنزل أو خارج المنزل أو مع الأشياء اللي رح تتطور بالمستقبل وبطريقة طبعا لمركازية وفيك تعمل عليها mining طبعا فيه أجهزة خاصة بالـ H&T طبعا تكلمت عنها بحلقة خاصة بشرح كتير مؤمق عن الـ H&T طبعا الـ H&T حاليا عند 26 دولار max supply 233 مليون total supply 233 مليون circulation supply 110 مليون من القيمة رح تلاقوا كمان أن الحركة تبعها صحية جدا وممتازة يعني أصدقائي فيه خطوط دعم عند 19 دولار يعني تقريبا عند الـ 20 دولار وفيه قمة سابقة عند الـ 27 عند الـ 26 اللي هي نحن حاليا موجودين عندها أصدقائي يعني فيه حال صار في drop feeك تعمل كمان تقسم دخولك لقسمين إذا صار فيه هبوط ولكن الـ potential لهاي العملة تقريبا توصل كمان ممكن تكسر الـ 55 أو الـ 100 دولار يمكن خلال السنتين القادمين إذا صار فيه الـ adaptation عالي عليها ومتوقع جدا للـ H&T هذا الشي العملة الخامسة اللي اسمها graph طبعا الـ graph هي مو شبكة خاصة هي فينا نقول index graph indexing protocol يعني يعطيك فلترة لكل البيانات طبعا اثيريوم او غيرها لكل الشبكات وبتعطي طبعا كمان مثل ما انتم شايفين and border web 3 ecosystem يعني هي فينا نقول مثل بسم الله الرحمن الرحيم فينا نقول مثل البرغية وفينا نقول مثل العزقة اللي بي المحرك يعني بناء web 3 بيحتاج للـ index بيحتاج لمعلومات ممكن تستخلص من فالـ graph أصدقائي من العمولات المهمة جدا وحاليا راح نلاقي انه سعره تقريبا 0.4$ max supply طبعا 10 مليار total supply كمان 10 مليار حاليا 4.7$ يعني تقريبا 49 او 48% من total supply موجود بالcirculation supply راح نطلع على الخطوط اصدقائي راح نلاقيها هي عند خطوط دعم جدا مهمة حاليا تقريبا عند 0.45$ يعني ايضا في خطوط دعم قديمة عند 0.31$ كمان ممكن بيتصار في drop ولكن انا بشوف هاي المناطق ممتازة جدا ونلاحظوا انه وصلت إلى 2.4$ بين الفترات الماضية يعني حاليا بشكل ممتاز جدا ممكن تكون فيه عليها دخول اذا حبيتوا طبعا موجودة على Binance وكل هاي العملات اصدقائي يمكن الماسك مو موجودة خلينا نتأكد على اي منصة كمان ايضا موجودة على الماسك الهيليوم كلهم موجودين على العملي طبعا رقم 6 اسمه LPT او فينا نقول كمان هي بتختص بالستريمينج اصدقائي ما نحن ندخل كثير ولكن بالستريمينج نتورك يعني على مبدأ الثيتا ولكن باختلافه شوي طبعا The viable blockchain based economy يعني تقريبا نفس المبدأ الثيتا ولكن الثيتا طبعا تختلف فيه فينا نقول انه الثيتا ممكن شوي عن LPT طبعا الماكس سبلاي 22 مليون Circulation Supply 21 يعني تقريبا 92% من Max Supply موجود بال Circulation Supply وهذا شيء ممتاز جدا بيعطي شوي ممكن اريحية بالنسبة للPrice عند التحرك طبعا الماركت كاب 566 مليون فقط وهذا شيء جيد يعني فيه احتمال كمان للنمو بالمستقبل العملي رقم 7 اسمه Ocean Protocol وكمان اصدقائي راح ندخل بيه اشياء اساسية هي تقريبا Max Supply 1.4 مليار تقريبا Circulation Supply 613 مليون من هاي العملة عند سعر 0.58 الماركت كاب 357 مليون راح نلاقي ايضا اصدقائي انه هي حاليا عم بت فينا نقول عم تعمل خطوط دعام والPrice السابقا كان عند قمة 0.6 تقريبا 6.3 او 6.4 عند هاي النقاط فحاليا تقريبا اصدقائي ممكن نلاقي ان هاي النقاط نقاط دعم عم بيرتد بنا العملة وتقريبا وصلت عند اعلى قمة عند 1.8 وحاليا هي عند 0.58 طبعا هي كمان تختص بالموضوع الـ Identity هذا كتير مهم طبعا كيف ممكن يستفيد الشخص من هذا الموضوع من الـ Data ومن الـ ID يعني فيك كمان موضوع الـ ID مهم بالـ Web 3 طبعا وبالـ Blockchain لما يصير موضوع الـ ID تعرفوا احيانا متفوتوا كتير على منصات او على مواقع اللي تطلب منك تعمل الـ Information تبعك تكتب الاسم الميلاد الشهادة تبعك تنزل كل هذا السيستم فبـ Web 3 رح يكون فيه شيء اسمه ID Blockchain ما في داعي انت تكتب هاي الفورمات لنقول بشكل أوتوماتيكي او بشكل عفا يدوي ممكن انت تعمل هذا الشيء طبعا عن طريق الـ ID Blockchain اللي بتسهل كتير عمليات بتعمل موضوع الـ Monetization يعني ممكن تستفيد انت من الـ Data تبعك تنبع تنشرها تعمل عليها كتير قصص هل المستقبل طبعا هذا الـ Web 3 كمان هي عند 0.58 العملي رقم إذا إلنا 8 اسمها Engine وهي العملي أصدقائي بتختص بمجال الميتافيرس بمجال بمجال الـ Game رح نلاقي الماكس سيبلاي مليار السيركليشن سيبلاي 857 مليون يعني تقريبا 86 بالمية من الماكس سيبلاي موجود بالسيركليشن سيبلاي الماركت كاب 1.5 بليون مليار و 559 مليون طبعا العملي هاي مهمة جدا كتير أصدقائي ومثل ما قلت عملات الميتافيرس أو الميتافيرس بشكل عام هو إلو علاقة بالـ Web 3 وعملة الـ Engine هي من العملات المهمة جدا اللي رح تساعد من معظم هاي الـ Games وحتى الـ Game اللي ممكن يجي بعدين انه يتفاعل بشكل أكبر وبشكل أسرع مع الـ Web 3 لذلك الأمر عملة الـ Engine هي من العملات المهمة جدا العملي الأخيرة اسمها نيو طبعا عملة نيو هي كمان من العملات الـ Web 3 وراح نلاقي أصدقائي بالنسبة للـ نيو انه الماكس سيبلاي مئة مليون السيركليشن سيبلاي 70 مليون تقريبا هاي الـ 70% يعني نسبة كبيرة بالسيركليشن سيبلاي السعر العملي تقريبا 24 دولار الماركت كاب مليار و 721 طبعا فينا نقول كمان النيو كمان بتساعد موضوع فينا نقوله يعني الـ Payments الدفاعات نظام الدفاعات بالـ Web 3 بتساعد الشركات اللي راح تدخل بمجال الـ Payments بالـ Web 3 أنا بشوف هذا كمان النيو كتير مهم لذلك عملة الـ New إلى طبعا المستقبل ومثل ملاحظين وصلت لعلى قمة عند سابقة عند 191 دولار وباخر الارتفاع وصلت تقريبا عن 121 حاليا عند 24 دولار طبعا هاي بشكل عام أصدقائي هاي في عمولات كتير يعني هاي جزء من عمولات في بعض في أقسام كتير في عمولات كتير ولكن حبيت اشرح طبعا بشكل عام فينا نقول أهم 10 عمولات إذا طبعا بالمستقبل صار في عمولات جديدة ممكن نتكلم عنها أو في عمولات ما ذكرت بهذا الفيديو ممكن نخصص ثاني لإله ولكن أنا هاي بنظري ممكن نكون من أقوى العمولات للـ Web 3 بالقادم ما ننسى أنه طبعا الـ Ethereum هي كمان فينا نعتبرها من الـ Web 3 أو في كتير وصلنا أيضا أصدقائي لأنه تختص بموضوع الـ Transaction بالنهاية راح يكون إله علاقة بالـ Web 3 لذلك الأمر أنا بشوف هاي العمولات من أهم العمولات الموجودة طبعا أصدقائي ما ننسى أنه قناتي تعليمية وليس نصيحة استثمارية دائما أنت عمل بحثك الخاص أنا عم حاول فقط وجه الأنظار لها ممكن تكون عمولات مهمة أشياء ممكن نتعلمها شوي شوي نعرف شو هو الـ Web 3 و شو هو الـ Web 2 شوي العمولات تختص بالـ Web 3 بالتوفيق للكم جميعا أصدقائي وباللقاء بفيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر